ده هو بابا اللي فكرني بقى أعمال كتير عملناها مع بعضه لكن حايزة توقف يا هيبة عند الأم حالك وتبتحكي عن الأم وما أدراك ما الأم والصفات الحلوة اللي بتزرعها في أولادة أني كن الستة وهي بتذكر ربنا في كل حتة وتقوله يا رب حرمها على النار وهي بتتوضى كان بتعمل إيه في يومها؟ علمتك إيه؟ أمي أمي كانت هبيني أنا اعنا كنا صبيان بس فهي أنا كنت أمثلها حنان البنت فمجلس ساعة 8.30 عليها حتى كرشي بباب الشقة كده إيه يا ماما كنت لسه ما جوزتش يعني علشان هنام إزاي وأنت مش موجود يعني مستنياك يا حبيبتي مستنياك يا حبيبتي حتى ما جوزت جوزت صناطية لا خلينا عنده وأنت شاب هنا هو وأنت كنت شائع يا سيزة رشبان هو ربنا أكرمني ولا كنت شاب طائع من أولها كده لا يعني هو ربنا أكرمني بأميمة أه طبعا الحج أميمة حب العمر رحمة الله عليها لا يعني أنقذني وأنا طالب بدري بدري يعني ملحقتش يعني يبقى فيش آوة يا حج رشوع لا هو من يعني أم عرفت أميمة خلص ما قبل ذلك يعني يبدل الله سياتي بقى أبوي قال لي أه 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 وإحنا بنتكلم على الأربعينات أه 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 حج رشوان فتنة يعني بردو كان ومازال على فكرة وآه يعني 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 أه ربنا يرزقها بزوج صالح زي الحج رشوان ويا بخت كل شاب ربنا يرزقه بالزوجة الحلوة اللي زي قميمة اللي هو تنقذوا بعض من الدنيا ده يعني مفيهاش خلاف. الوالدة علمتك اي تاني بقى يعني غير ما تشربش سجيل ما صاحبش صحبة السوق. اميمة. الوالدة الوالدة. لا امي امي حتى ما سكنت يا انا انا جوزت كم سنة معهم في البيت يعني قبل مرة تلميس كنت في الجامعة وفي معا التمثيل. انا نجوزوا بقى يعني ده يعني. لا والله ده جواز جام بصدفة. لان كنت مبثل في كلية الحقوق. وبعدين امي كانوا ستات العمرة كلهم يتبركوا بيها يعني. طبعا. فاختها كانت حبيبتنا يعني كبيرة خالص. انا جايب لهم تذكر بس انا كنت شفت اميمة في الاسنصير مرة. ايوة انا فاكرة الحجاية دي. طبعا موضوع الحب ده. بتسلم عليها كده عملتلي كده. بس. اه. كده دي مش عارفك ولا ايه. بس. لا لا ايفاندي بتتقل فنعة. اه. ما اردتش. وهي كانت امر. طبعا. اه جميلة. اه جميلة. جميلة. وبعدين شايت الظروف ان بالصدفة كان عندهم وعنا بنعمل شهريار في كلية الحقوق. اه. فاكبروها النتيجة. جات اتفراجت مع امي وبتاع وما طلعتش. اختها الكبيرة. اه. طلعتش سلم يعني على. لا ولا لا 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 ما اصالش. اه. وبعدين كاميليا اختها الكبيرة اللي طلعت عندنا وبقى. فكان ليه اخي من والدتي. قاعدين بنات قد بعض بيتكلمو. فا اختها قالت لا انا اتجوز واحد. وبقى انا كفح معاه. وبقى اني حبت سيكرتيرا. فا اميما ردت قالت ايه. اميما ردت قالت ايه. لا ده انا اتجوز واحد اتكفح معاه. الله يا سلام. الله العظيم. كل ما نعمل حاجة حلوة نفرح. كل ما نعمل حاجة كويسة نفرح. الله يا حاجة. فحقة. بس الحاجة يعني اميما دعوة الوالدة. دعيتلك بالزوجة السالحة ايو 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 امي على طول بتدقيلي اه طبعا يعني انت عارفة اما كنت اخرجانة اماما اماما ونرجع لازم اعطي لها الشاكت على السرير عشان اماما تصحى من امترى عاملة كده شوف حاجة رشوان انت من الجمال والحنية ان انت لحد النهاردة تتكلم عن حاجة اماما رحمة الله عليها انها كانت تقيلة بس كانت ست جميلة وبتحبك وكانت تموت فيك واحنا قعدنا وحكيتلي الاسرار كلها انا دالي خليل لازم استغل لابدك معانا النهاردة في زمن للأسف في حالات انفصال وطلاء كتير قوي واسباب غلط للجواز واسباب غلط للخلفة لو هقولك تتكلم مثلا الشباب وتقولهم سر السعادة الزوجية خطوات هو اولا يعني الولد او الشاب والبنت كل واحد مترابل بتربية معينة محدش زي حد محدش زي حد فالأول حبيحصل ده صدام يصطدموا طبيعي يصطدموا لغاية ما يفهموا بعض وبعنبوا كده يتحدوا او يدوا واحدة بعد الشر ايه ما يتحدوا بقى إذا ما استمحملوش بقى بعد ده الشباب دلوقتي ما بيستحملش يقولك بتعاكن علي الزوجات